احنا دايما في بداية فصل الشتاء بيكون عندنا اسئلة كده متكررة عن الاغذية دايما بيجي فصل الشتاء بناكل كتير بيجي فصل الشتاء بيجي معانا زلات البرد فبنحتاج نتعرف اكتر على الاغذية اللي ممكن تعزز المناعة ايه افضل طريقة نحمي بيها ولادنا كمان ونقوي مناعتهم ايه الاغذية المناسبة ليهم ايه الغلطات كمان اللي بنقع فيها في فصل الشتاء وبتسبب مضاعفات صحية كل الاسئلة دي هيجاوبنا عليها الدكتور رامي صلاح الدين استشاري التغذية العلاجية اللي بنوارنا صباح الخير عليك دكتور طباح الفل يا اهلا بحضرتك اهلا بيك نبدأ بالكلام بشكل عام كده عن فصل الشتاء والاغذية دايما اللي مرتبطة بفصل الشتاء وبيكونها دور كمان في مواجهة الامراض الموسمية زي الانفلوانزة وغيرها خلينا نقول مابدائين كده في المقدمة انت قلت المناعة لفظ المناعة لازم الناس يبقى عندها شوية وعي بكلمة مناعة وده يختصر لنا وقت كبير جدا في الحلقة على فكرة لما نقول للناس يعني ايه مناعة يعني جسمك بيدي ردة فعل مقاومة للفيروسات والبكتيريا اللي بتهجمه من بره فانت لازم تعرف ردة الفعل دي شكلها عامل ازاي عشان تعرف تتعامل معاها لان احنا هنكتشف ان في بعض السلوكيات اللي الناس بترتكبها بمجرد سلوكيات مش سوق تغذية فقط لغير بيقدي في الاخر ان يحصل مشاكل في المناعة زي مثلا درجة الحرارة لما بتبدأ تعلى الهمدان عدم الرغبة في الاكل قلة النشاط دوخة باستمرار كل دي ردود فعل طبيعية من الجسم للمقاومة للأسف الناس بتيجي مع درجة الحرارة العالية بتبدأ اول ما بيحس ان درجة الحرارة ده تعلى بيبدأ يلجأ لخفضات الحرارة او بيبدأ يلجأ للأساليب الأدوية وده بيدر المناعة بصورة كبيرة جدا رقم اتنين انت بتبقاش جعان لان فعليا الجسم مش وقته انه يبدأ يركز في عملية هضمة وعملية امتصاص وعايز الدم كله يبقى مركز لعملية المناعة فبالتالي سيادتك مش مجبر انك تاكل في الفترة دي الهمدان جسمك برضو نفس الفكرة ومش مجبر ان الدم يروح للعضلات عشان تبزل نشاط لان للأسف دايما انت هامدان لا ومتحرك ويبزل مجود انت هتبقى كويس للأسف انت بتضر جهاز المناعة ففكرة انك تعرف قلية جهاز المناعة بتختصر وقت كبير جدا بتبدأ بقى يجي الدور عليك عشان تقدر تقاوم انك تخش في المشكلة هنا بيجي الدور تلات حاجات شرب الميا وامتصاص جسمك للمكونات الرئيسية للأكل وممارسة النشاطات شرب الميا طبعا احنا في كل حلقة وفي كل مشكلة وفي كل حاجة بتواجه الجسم لازم تشرب ميا صيف شتة لازم تشرب ميا من اتنين لتلاتة لتر يوميا على مدار اليوم كاملا انت مطالب انك تشرب ميا ميا ولا ممكن تدخل في المشروبات مثلا تدخل في المشروبات بس دايما ادي فرصة للـ H2O اللي هي الميا الاصلية تبقى لها نسبة اكبر يعني انت رح تاخد تلاتة لتر لو هيبقى اتنين لتر ميا ولتر يبقى موجود في المشروبات ده هيبقى بالنسبة لي كويس جدا ده حلو والجسم محتاج كده لان الجسم محتاج شوية المعادن اللي موجودة في الميا وظيف الجسم كلها مرتبطة بالميا المخ والكبد والعضلات وكل الاعضاء مرتبطة بالميا فدائما اي حاجة هنجي نتكلم هنذكر الميا رقم واحد رقم اتنين امتصاص جسمك للأكل انت ممكن تأكل وتبقى واخد بالك من نوعية أكلك وبس انت عندك مشكلة في الامتصاص او عندك مشكلة في التعامل مثلا مع نقص فيتامين او معدم معين فبالتالي احنا موجودين النهاردة عشان نوضح النقطة دي ممارسة النشاط بتبتدي من اول المشي انت مش مطالب انك تروح جم عشان تستفيد بقيمة العضلات او قيمة صحتك العضلية انت محتاج الدورة دموية تبقى صحتها كويسة تتحرك بصورة كويسة كمية الاكسوجين اللي ماشية في الدم تبقى كويسة فبالتالي المشي في وقت كويس اللي هو الصبح مثلا من 30 ل 45 دقيقة هيبقى كافي جدا بالنسبة لي كدكتور وانت كمان كصحة هتبقى مستفيد نرجع بقى للنقطة انا عايزة قطع من بدري قوي بس مش عايزة اوقف يعني السرد بتاع الفكرة بس من الاول خالص فكرة ان احنا ليز اعلانين ان احنا بناخد خوافد احنا حدش قال ان احنا بناخد مضادات حيوية مثلا او حاجات من الهي كده لكن لو في عندنا حرارة ما نبتديش نحاول نعمل عليها كنترول بدل بقى تعلقى وندخل لا احنا نقلق في حالة واحدة بس اللي هو حمى وطولت دايما البروتوكول الاولي لتعامل مع درجة الحرارة انت بتدي 24 ساعة ممكن توصل ل 48 ساعة انت بتعمل مونترينج او بتعمل تقييم لدرجة الحرارة وصلت كام بتنزل بتتحرك ازاي انا تعملت اجيب سيرة الحرارة ازاي احنا اليومين دول في اكتر فيروس والخلوي اللي موجود مع كورونا مع كل بقى الحاجات اللي موجودة فالاطفال منتشر فيها جدا فكان مهم ان احنا نتكلم في خاصة الحرارة لا ده مهم جدا لان ردت فعل الجسم الارتفاع درجة الحرارة عشان تبدأ تقاوم الفيروس والبكتيريا دي للأسف انت لما بتلجأ للخافضات الحرارة انت بتدي بيئة لطيفة للبكتيريا والفيروسات ان هي تعرف تنتشر وبدل ما تدور يخلص في يومين 3 بيخلص في اسبوع فانت ادي نفسك مساحة طالما ما وصلناش لمرحلة الحمى اللي هي كسرت 39 او درجة عالية من درجات الحرارة فبالتالي هنا تدخل الطبي وبيبقى عن طريق طبيب مش عن طريق ان انت تروح تجيب خافض حرارة من الصيدلية لانه ممكن بمنتهى بساطة يبقى البروتوكول بتاعك مضاد حيوي وانت في سكة تانية خالص او البروتوكول بتاعك طب بلاش خافض اكل ايه يخفض للحرارة لا احنا اول حاجة شرب السويل باستمرار هيخفض للحرارة الكمدات الطبيعية او دخولك انك تاخد دوش بارد لطيف بالمية السقعة بتلمس المناطق اللي فعلا بتقصع درجة حرارة زي الابط او ما بين الفخدين للاطفال او للكبار اللي بتغير في درجة حرارة بصورة كبيرة جدا ومش مطالب انك تاخد خفض الحرارة درجة حرارة بتتغير فعليا اكل ايه ادخل جسم ايه ما احنا قلناش بحاجات مثلا فيها ممكن يبقى مش قادرين الاطفال تبقى طول الوقت متقبلة فيك خلي بالك انت حتى تثبط على نقطة واحدة اللي هي درجة الحرارة لا لا انا بتكلم الجسم وهو همدان اه اكل ايه ادي له فواكه ادي له خضار ادي له حاجة مطبوخة ما هي النقطة دي كنا هنوصل لها لما تبدأ تحصل المشكلة لكن قبل حدوث المشكلة ده مهم جدا ما يقلش اهمية عن وجود المشكلة انك توصل بقى ان خلاص تدي الجسم زي ما قلتلك في النقطة المهمة انك الجسم هيمتص الأكل ولا ما يمتصوش يعني انت مثلا عندك احنا كلنا عارفين ان فيتامين سي مهم جدا لمقاومة المناعة مهم انك تاكل برتقان وجوافة طب هل انت عندك قابلية جسمك هيمتص فيتامين سي ولا لا نفس الفكرة فيتامين دي احنا محتاجين فيتامين دي انك تتعرض للشمس من 10 الى 15 دقيقة يوميا ده هيقدم للغرض او تاكل بيض او تشرب لبن او 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 الحاجات الغنيات فيتامين دي هل جسمك عنده نقص في مخزون فيتامين دي ولا لا هي دي النقطة اللي احنا عايزين نطلع الناس فيها حتة ثقافيا ان يبقى الناس عندها شوية وعي انت ممكن بمنتهى البساطة بفوار فيتامين سي وقرص فيتامين دي انت قدمت دعم كبير جدا لجسمك ليه لان الفيتامين دي فيتامين دي مخزونة ممكن نقعد اقول لك قعد كل جوافة من هنا لعشرين سنة قدام مش هتستفيد طالما تصبت حصلت الاصابة لكن في الوقاية يبقى الجوافة هي المصدر رئيسي الفيتامين سي يجي بعدها الكيوي يجي بعدها الفلفل والحمضيات البرتقان والاستفاندي واللمون هي دي الفكرة بمنتهى البساطة الموضوع موضوع وعي المناعة مش حركة سهلة او زي ما احنا عارفين انت هتاكل الصبح النشويات بتاعتك والكلام التقليدي اللي هو على الصحة الغذائية اللي هي بالتبعية بتخدم الناس اللي بتنزل في الوزن وبتخدم الناس اللي بتقاوم في المناعة لكن للناس ما تعرفوش انت محتاج تتعامل مع جسمك ازاي وطريقة التفكير في انك تتعامل مع المناعة سواء بقى خافض حرارة او سواء لو انت بتقاوم للبكتيريا انا بقاوم للبكتيريا يبقى انا محتاج طريقة اكل معينة الاكلات بقى الغنية بمدات الحيوية زي البصل زي التوم زي الحاجات دي ومشارط انك تأخدها بصورة مباشرة لقا دا ممكن تبقى عن طريق الوجبة اللي انت حضرتك بتعمليها في البيت واجبة الخضار اكيد بيخش البصل وبيخش التوم وبيخش الحاجات دي مستوي زي ني بالنسبة لخضرات الحاجات دي مستوي زي ني اه اه نفس القيمة الغذائية الفكرة كلها ان الناية ممكن الجسم يتعامل معها حاجات معينة مثلا زي البصل يتعامل معاه بمنتهى الهدوء منتهى البساطة التوم لازم يتهرس بصورة قوية جدا عشان يقدر الجهاز الهضم يتعامل معاه بصورة أبسط الفكرة كلها هل الجهازك الهضم قادر انه يتعامل عشان كده صممت ان انا اقول في النص جسمك هيمتص الحاجة ولا لا انت ممكن زي ما قلتلك تقعد تاكل جوافة عشر سنين قدام ومع ذلك بيجي دور البرد بيجي لك دور برد بتعاني من مشاكل صحية ليه لان جسمك مش بتعاملش مع فيتامين سي بصورة كويسة عندك نقص في مخزون الحديد وده مش الهومجلوبيني اللي الناس بتروح تعمل صورة دم لا ده حاجة اسمها في الريتين مخزون حديد ممكن الهومجلوبيني بقى كويس وتمام وزي الفل لكن مخزون الحديد بايز فانت لازم تدور على ده طب انا لو لقيت مخزون الحديد واقع هنا بالتالي هيبدأ اتجاهي ان فيتامين سي رقم واحد رقم اثنين الاكريات الغنية بالحديد فيتامين سي عشان الحديد يمتص عشان يمتص بالزبط كده نفس العلاقة اللي ما بين فيتامين دال والكالسيم يعني انت بتشرب لبن طب انا لو فيتامين دال تحت التلاتين فانت لو عادت تشرب مزرعة قلبان مش هتستفيد بالكالسيم اللي موجود فيها هي نفس الفكرة بالفيتامين سي والحديد فانت هتبدأ تلجأ اللي لاك اللي فيها حديد وده معروف جدا للناس كلها البتنجان والتفاح والكبدأ وكل الحاجات اللي بتسمر بعد ما بتتقطع كل دي حاجات غنية بالحديد لكن اغلب الناس ما تعرفش نقطة ان انت لو عندك نقص في فيتامين سي اوتوماتيك مش هتقدر تستفيد بالحديد اللي موجود اللي هو بيدعم جهاز المناع لو رجعنا خطوطين وراء سنتين وراء للبروتوكول العلاجي بتاع الكورونا كان كله فيتامينات ومعادة فيتامين دي فيتامين سي هو بيعتمد على الحاجات دي ليه هو بيزق الجسم زق كويس عشان يقدر بنضيف لي طبعا لشرب المية وممارسة الرياضة فانت كده حتت الطاية الكبير عظيم طيب معلاش سؤال احنا لما بييجي الشطة على طول بنروح كلنا نتوجه لأكلات الشطة للعاتس للمحشي الحاجات التقيلة دي ويمكن كنا لسه نتكلم معاك عن الجبن الرومي المتسياحة مع كوبات شي بلبن الحاجات دي تضر جهاز المناع؟ لا هي ما تضروش وكل حاجة هي الفكرة كلها يبقى تفيده فقالية هي تفيده طبعا مفيش أكل على وش الأرض بيدر ولا فيه وجه أكل يعني انت بتضرش وطول مثلا الأكلة دي هتضرني أو الأكلة دي هتفيدني خلاني نتكلم في المنطق بصورة عامة انت لو هتاكل المحشي بكميات كبيرة فانت أوتوماتيك هتبقى مضرور لو هتاكل حاجة فيها حلويات زيادة عن اللزوم فانت أوتوماتيك هتبقى مضرور لكن لما اجي أكل شربة العدس شربة العدس في صورتها ومصدر بروتين قوي جدا يعادل البروتينات الحيوانية في القيمة الغذائية لكنها أبدأ الدايق لما سيادتك بها تبدأ تحط التاتش تضيف جزر وتضيف بطاطس وتضيف مش عارف ايه مع طبق شربة العدس نفسه تمام هتستفيد بس انت أوتوماتيك هتبقى تقلل من الكمية اللي انت بتاكلها فده مش هيشبعك فانت هتاخد كمية أكبر فتبدأ تاخد أضرار وجود البطاطس والجزر بكميات كبيرة على مدار يومك بجد احنا متخيلين او الثقافة السائدة انه لا زود جزر وزود بطاطس وزود كلها حاجات ده انت بحط الدرس بطاطس خضار انا معاك فانت حصتك في اليوم تبقى فرصة للأمهات اللي هم يأكلوا لدهم الخضار اللي مش بيأكلوه لو انت هتاكل كمية بطاطس كتيرة مثلا معمولة في شربة العدس فلو هتاخد كمية أكبر من احتياجك فانت أوتوماتيك لازم تقتص من الفقرة بتاعت النشويات اللي موجودة في الفطار يعني لو بتاكل رغيف هيبقى نص رغيف او ربع رغيف تبعية بالقصة دي في ناس بتاكل شربة العدس بالرز فانت هتدخلي رز وبطاطس لتنين مع بعض او رز او عيش وعدس لتنين مع بعض فانت خدت في حتة مش ضرر بس انت جسمك لو هيسعفك مرة والتانية مش هيسعفك التالتة والربع هي دي الفكرة لكن ناكل الأكل الشتاء ده ممتاز جدا حتى في الخطط الحميات الغذائية ونزول الوزن احنا بنكتب حمص الشام وبنكتب المحشي وبنكتب شربة العدس وبيبقى موجود في البرنامج الغذائي بتاعك ماس هي الفكرة كلها انت هتوصل لفين مع طبق شربة العدس ده وظيم جدا منطقي صح اه منطقي انا اقتنعت طيب بالنسبة للفكهة مثلا نا نديها لولادنا في اي وقت دايما الفكهة مهمة جدا في فترة الصبح او قبل وجبة الغداء التعود بتاع زمان اللي هو انا باكل الفكهة بعد وجبة الغداء او سنة بحلي بعد ما اتغديت لا ده غير سائل تماما وغير صحي تماما وجسمك مدرد اه جسمك ما بيستفدش بالقيمة الغذائية للفكهة طيب هو ما بيستفدش ولا بيدر ما بيستفدش ده رقم واحد رقم اثنين لسه كنت اقولك انه هو بيعطل عملية الهضم اهم معايد لأكل الفكهة هو قبل الغداء بنص ساعة او ساعة لو ابنك بيروح مدرسة وبيبزل نشاط كبير فهو محتاج ان الفكهة تبقى موجودة لو بيبزل نشاط عضلي في المدرسة وتركيز وزهني فهنا اوتوماتيك هتلاقي فكهة زي الموز موجودة لانها غنية بالبوتاسيوم البطاطا حاجة من الحاجات المهمة جدا ماينفعش نعدي النهاردة واحنا داخلين في الشتاء انها ما تبقاش جزء أساسي للانش بوكس لأطفال لانها مهمة جدا للمناعة سكريات نشويات بنتشارات معقدة فمش سهل انها تتخدم بسرعة فبتخلي الولاد انها بالزبط زاد انها بتدعم وفي نفس الوقت مسكرة ومش محتاجين نحط حاجة مسكرة ده حيئ بتدعم جهاز المناعة بسرعة جدا والأطفال كمان بتحبها والكبار فده مهمة جدا ان تبقى موجودة في وجبة الفطار لو انت هتبزل سيادتك في شغلك هتبزل نشاط وحركة فالموز هيبقى ليه دور البلح هيبقى ليه دور ما بتبزلش نشاط هنا هي يبدأ ييجي دور التفاح يبدأ ييجي دور الرمان بكميات ولا البرتقان انت عايز قيمة فالقيمة بتوصل من ثمر لثمرتين يعني انت هتاخد تفاحة أو تفاحتين أو برتقان أو برتقان أو خمس ست لو كانت أكتر القيمة ما تزدش القيمة هتزيد بس انت هتبدأ تضر الجهاز الهضم ممكن خمسين جرام مكسرات يحققوا لي الرغبة دي بس انت هل هتكتفي بالخمسين جرام اللي هي قبضة اليد لأ المكسرات بتجيب مكسرات فهي بتوصل مية جرام مية وخمسين جرام بتلاقي نفسك الليلة كلها هل جسمك خد كل ده زنك لأ احنا كده هننور لأ انت هتاخد الشوية اللي هو جسمك استفاد بيهم وبالباقي انت ضريت الجهاز الهضمي نفس الفكرة في احتياجك لفيتامين سي نفس الفكرة لفيتامين دي للحديد للكالسيوم ووووو عندنا حاجة من الحاجات المهمة جدا في شغل المناعة وده ان كنت حابب ان انا وصله بدري برضو مضادات الاكسادة مضادات الاكسادة من البيئة الحلوة اللي بتخلي الجسم يشتغل بكفاءة عالية جدا بيشتغل في مقاومة البكتيريا وفيروسات وفي نفس الوقت مقاومة الخلايا السرطانية بيخليلك جسمك عبارة عن سيستم آلية ماشية مظبوط طول ما المضادات الاكسادة موجودة جوا جسمك بصورة كبيرة طب مضادات الاكسادة موجودة فين موجودة في كل حاجة لون الفستان ده لون الاخضر الغامق اي حاجة فيها مضادات الاكسادة الشاي الاخضر والقهوة الخضرة دايما احنا بنتكلم عليهم كدكاتر التغذية موجودة في الاخذية زي السبانخ وزي الملوخية وزي الجرجير والحاجات ونفتكر بقى الحاجات اللي ما بقتش موجودة او ولادنا مش متعودين عليه الخبزة والرجلة والبقدول الحاجات اللي هي كانت بتتقل زمان بس ما بقتش كومت دلوقتي للأسف هي كان جزء أساسي من طبق السلطة وجزء أساسي من السفرة بتاعتنا زمان فعلا وعشان كده زمان هتلاقي منعيتهم اقوى بكتير لانه هو بياخد الحاجة من الطبيعة بصورة مباشرة فمضادات الاكسادة دي مهمة جدا للكبار ومهمة جدا للصغيرين للأسف الصغيرين دلوقتي بيهتم بالدهون بيهتم بالسكريات بيهتمش باللون الأخضر كتير جدا كل سلطة لا أنا مش عايز سلطة أنا زهقان طبق السلطة مالوش طعم بدأت الحياة البديل اللي بيحصل فكرة انه مش عارف يأكل السلطة فيشربها مش عارفين الولاد يأكلوا مثلا سبانخ او يأكلوا جرجير او فالأمة تلقى للبديل انها تضرب السبانخ مثلا مع زبادي وعسل وتتشرب او ايا كان بقى الكمبيونيشن اللي حتحصل يعني افوكادو ايا كان انا بتكلم على مختلف يعني الفلوس اللي محطوطة لانه حسب كل واحد والميزانية اللي هو حطتها فكرة انه اللي ما نعرفش ناكله ونشربه ده متاح ولا هي الفكرة كلها كقيمة غزائية كقيمة غزائية انت هتاخد قيمة غزائية احسن مما فيش خلي بالك من اللفظ ده نحط تحتين مليون خط احسن مما فيش لكن انت سيادتك خسران الياف بتتكسر بصورة كبيرة جدا مع عملية الضرب ودايما عملية الخفق دي بتلاقيها موجودة للناس اللي عندها مشاكل في الجهاز الهضمي الناس اللي خارجها من عمليات الناس اللي عندها الصحة مش احسن حاجة فبتبدأ تعمل عملية الخفق دي لكن لو انت هتلجأي للحيلة دي كنوع من انواع التدريج انك توصلي لابنك يبقى الخضار جزء اساسي من يومك فده تمامه زي الفل لكن لو هتعوديه على كده للأسف الجسم بيتعود على اللي انت بتحطه عليه لو بتحطه على عادات سيئة هيفضل يمشي على عادات سيئة لو بتحطه على عادات صح هيفضل يطلبك بالعادات الصح هو الجسم قليته ربنا خلقه ازاي يتأقلم على القلية اللي انت هتمشي فيها الطفل زاكي جدا بتقدر تتكلم معاه احنا عندنا الجوافة دي يا فندم مهمة جدا عشان فيها فيتامين سي عشان سيارتك بيجي لك دور برد مش هيتناقش ووعيه لأ ووعيه بيشتغل غير الاطفال زمان انت مجبر بره بيحطه على طبق الصفرة طبق الفاكهة مش مش ديكور زي ما احنا بنحطه وبيبوز بنشيله نرميه لأ هو بيخاطب اللوعي بتاع الطفل او اللوعي انت شايف الفاكهة باستمرار احنا بطلنا نحطه اصلا دلوقتي طيب هي دي الفكرة لازم على فكرة للطفل زاكي جدا دلوقتي البروكلي البروكلي طعمه مش احسن حاجة بس ققيمة غزائية عالية جدا جدا فانت لو تعود ان البروكلي ده جزء اساسي من طبق من الصفرة أوتوماتيك هو في اللوعي بتاعه وحيحب البروكلي ويطلبه على طبق طيب عظيم اطفالنا دايما بيحبوا ياكلوا من برة نتعامل مع النقطة دي ازاي وهل في حاجات ممكن نجيبها من برة تفيدهم وتعزز جهاز المناع ده حي خلينا الاول بس ناخد النقطة ان انت دايما الاهالي بتلجأ للأكل من برة كمكافأة فانت اخلق لابنك مكافأة تانية خالص يعني انت نجحته والدنيا زي الفل والاسبوع خلص ويلا بينا علويك انت تاخده وتطلع على المطعم اوتوماتيك اللوعي بتاعه اللي لسه بنتكلم فيه هو خلاص دي بقت المكافأة بتاعته فانت لو كافقته بأي حاجة تانية لا انا المكافأة بتاعتي خلاص انا عايز دي لا انت جرب على طريقة تانية انك ازاي تكافأه جرب انك تحببه مش لازم كل خروجة يبقى فيها مطعم ممكن اسبوع او اسبوع لا بالتدريج موجود برا موجود طبعا الاماكن اللي بتقدم العصاير الفريش الطازة اللي من غير سكر قيمة غزائية عالية موجودة موجودة المطاعم اللي بتقدم الاكل الصحي اللي مثلا مشوي بصورة صحية بيقدم لك خضار مطبوخ بصورة كويسة خلي دايما رجليه على الاماكن دي ودلوقتي الوعي بتاع التغذية مش زي زمان زمان كان الماركت بتاع الاغذية محدود على برندات معينة لكن دلوقتي بدأ يخش عندك في تنوع طاعم بتقدم اكل صحي ومطاعم بتقدم كذا هو لو رجله خدت على الاماكن دي كباستمرار هو اوتوماتيك هيبقى ده بالنسبة لو تيجي تقوله جرب نفس فكرة الشخص اللي بيشرب الحاجة من غير سكر تيجي تقوله يلا انا هحط لك سكر هو متدايق حتى لو وديت حط تسن مع انه هو نفس الشخص اللي كان ممكن يكون من سنة او سنتين بيشرب بتلات اربع معلق سكر اللي حصل هو تعود الجسم وتأقلم الجسم على الوضع اللي انت حطيته فيه سواء بقى حطيته في وضع صحي هو هيساعدك حطيته في وضع سيء هو هيساعدك عشان تسيرفايف أطول فترة ممكنة الجسم بيغير احتياجاته حسب الموسم اللي احنا فيه الفروزن والفاكهة المجمدة اللي انتشرت وبقت خلينا متاح لنا لأكل طول الوقت كنت تقولي اللي الجسم بيحتاجه هو اللي بيطلع في الموسم بتاعه يعني لو احنا في الشتاء محتاجين فيتامين سي فحتلاقي الفواكه والخضار بتوع الشتاء محتاجين هو اللي بيطلع فيهم فيتامين سي الجسم في الصيف محتاج ترتيب فحتلاقي الفواكه والخضار بتوع الصيف بيبقى مليانين مية هل ده حقيقي ولا ده كلام يعني جارة بس على الثقافة الموجودة كانت لا ده حي هو زي ما قلت لك الجسم بيساعد نفسه في السيزون بتاعه زي ما انت قلت في الشتاء دايما هتلاقي لو نجينا نبص الفاكرة تلاقي الجوافة بتظهر البرتقام بيظهر الاستفاندي بيظهر فالجسم بيعبي فيتامين سي بصورة كويسة جدا يخليك ايه مش عديك فترة الشتاء بس لا ده انت عديك للسيزون بتاع الشتاء التاني نفس الفكرة فقد الماء الكتير اللي بيحصل في فترة الصيف ناطية العرق دايما هتلاقي الفواكه البطيخ والكانتالوب والفواكه الغنية هو دلوقتي للأسف عشان التدخل العلمي في الزراعة فانت اختلط عليك الامر انت وقتش عارف الموز ده صيف ولا شتاء وانت وقتش عارف البرتقان البرتقان بيظهر في شهر 12 واحد دلوقتي ممكن تشوفه من شهر 10 نفس هي دي الفكرة بس انت محتاج انك دلوقتي وسائل البحث بقت سهلة ممكن تخش تعرف توقيت المثالي لزراعة البرتقان تعرف امتى تأكل انا فيه ابحاث كنت قريتها بتتعامل على امتى مثلا محصول بيترش بيتقدم له رش ده بصورة طبيعية في معمل البحوث بيتقدم له رش فانت تبعد عن الفترة دي يعني ما تكلش بطاطس مثلا في اواخر شهر 8 او الشهر 9 حتى كمان بيبقى ريحتها مثلا مختلفة فالوعي ده انت كويس جدا بتفتحي والدواري على برنامج الطبخ الفلاني وبتقدمي على وصفات جدا انك تدوري على ده تعرف في القيمة الغذائية اللي موجودة في الثمرة او في الفاكهة اللي موجودة او الخضار بتاع السيزن عشان كده برضو رسالة لده جاترة التغذية دور على ان انت تكتب الحاجة اللي ليه علاقة بالسيزن بتاعتوقتها وما تكتبش حاجة متجمدة او تكتب حاجة على مزاج المريض وانت في نفس الوقت بتضره او بتقدم له حاجة ظنن منك انك بتساعده عظيم طيب واجبات بقى تزود تركيز اولادنا انا ملاقي دايما في فصل الشتة كده بيبقوا عندهم حالا من الضعف والوهن كده عايزين يناموا كتير خطير طول السلام الله لا تحديدا طبعا في الشتة بيبقوا عندهم حالا من الضعف كده وعدم التركيز ودايما عايزين يناموا كتير فنتعامل مع الامر ده ازاي رقم واحد شرب الالبان اللاكتوز من الحاجات اللي بتدعم وظيف المخ بصورة كبيرة جدا سواء هتشرب لبن الصبح او هياكل زبادي بالليل قبل ما ينام رقم اتنين هنخش بقى على المكسرات المكسرات من الحاجات اللي بتقدم اوميجا ثري قوية جدا الاطفال بتحبها طعمها حلو بتزود التركيز بصورة كبيرة جدا حتى المكملات الغذائية اللي بتدعم كده دايما هتلاقي ايا فيها اوميجا ثري وزيت كبد الحوت والسكة دي ياما هتلاقي ليها علاقة بالمكسرات والنطس بكل اشكالها رقم تلاتة الفشار الفشار ما فيش بيت الاطفال ما بيحبوش الفشار ده من الحاجات اللي بتدعم وظيف المخ بصورة كبيرة جدا بس يبقى سلاح زوحدين لو هتاخد كمية كبيرة ويوميا فانت عرضة لزيادة الوزن وابنك عرضة لزيادة الوزن يعني سناك مشهور حتى للناس اللي بيتابعوا دايت لتقليل الوزن ده حي خلانا نقول معلقة او معلقتين درة قبل ما يتعامل مش نص حلة الدرة فانت خيرها رحنا في سكة تانية القيمة خدنا القيمة بس برضو الضرر بقى موجود رقم اربعة البقليات ويتصدر المشهد في الفترة اللي احنا فيها العدس ابنك لازم في الاسبوع وكلنا مش الابن فقط لغير احنا كلنا دلوقتي بقينا بنعاني من وظيف المخ وتأثيرها شربة عدس مرتين في الاسبوع على الاقل لازم تشرب شربة عدس قولون ما يحملش الكلام ده لا خالص هو انت معتمد على انت بقيت الاسبوع فاندم بتعمل ايه هو بقيت الاسبوع بتتعامل معاه ازاي هو هيساعدك هو جاهز على فكرة يعمل ده هارك اصدك بشربة العدس بس العدس متقدم في فورم انها سخنة يعني للتدفيقة ولا العدس ممكن نشوف بدايل تانية لأطفال ساعاته لو عملنا لهم سلطة بالعدس لا لا العتس كعاتس شربة العتس ممكن يخش في شربة عتس ممكن يخش في نوع من أنواع الكشر والرز وعاتس ممكن يخش مع سلطة ممكن تجيب العتس اللي هو الأصمر ويتعامل زي الفول بيتهرس ويتعامل كويس جدا العتس اللي هو اسم عتس بس هي طبعا مشهورة في فكرة شربة العتس عشان بتدفي والقصص دي كلها فهم دول أشهر حاجات بس نقلل الشعرية فيها شوي نقلل الشعرية فيها شوي منحط شعرية عشان كده هناخد فهلا سؤال لا مش فكرة نقلل لو انت هتحط شعرية تمام وزي الفول بس ما تحط ليش جنب ومس هنعيش ورز بكمية كبيرة هتاخد كمية وليلة لان انت هتبدأ تستعيد بدا هي دي الفكرة كلها البقليات على فكرة في مشروبات لو احنا انتظمنا عليها يوميا بتحسن من حركة القالون قلل الانتفاخات بتقلل الالتهابات اللي ممكن تحصل ومشاكل القالون من امساك او اسهل او 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 الحاجات الكتيرة جدا بيجي في رقم واحد الشمر والبقدونس اللي حنا نسا كنا بنتكلم عليهم بيتعاملوا كأنهم زي الشاي بالزبط بتجيبوا وتغليه وتشربوا بمية سخنة مرة او مرتين في اليوم كباية ميت ميلي قبل الوجبة هيحسن لك حركة العمعاء هيمتص الغازات الجنزبيل من الحاجات العظيمة جدا كل ده حاجات كويسة جدا يعني الكمون واللمون مش شرط تاخدوا بالصورة المباشرة اللي هي كباية كمون للمون للكمون ممكن تحطه على الاكل واللمون ممكن تستخدمه في العصير او تحطه حتى على السلطة لكن المشروب اللي انا بقصده دلوقتي هو ده اللي انا قصده البقدونس والشمر والحاجات دي الجنزبيل الجنزبيل ده سحر من الحاجات اللي موجودة مضاد التهاب رقم واحد الناس اللي بجي لها التهابات مفاصل ده الفرش اه اه بتجيبوا ويتعملوا ويتغليوا وتشربوا مرة او مرتين في اليوم كفاية جدا بيعلم بيزبط معدل حرق جوى جسمك الانسان بيقوم الالتهابات والالتهابات ده على فكرة موضوع مهم جدا في شغل المناع وعنواننا الرئيس النهاردة شغل الجهاز الهضمي فيه بقى الميكس بقى اللي بيحصل للشهير بس مين يخافه هو بياخد الجنزبيل اللي عنده قرحة مادة ولا اللي عنده حمودة دائمة قرحة المادة لفظ قوي جدا لفظ قوي جدا ازاي انت ما تلجأش للحاجات اللي هي زي الجنزبيل مباشرة اللي واصحة من النوم الصبح اخدتهم اشرب جنزبيل اشرب زيت زتون الحاجات دي الحاجات دي كلها صحية بس ده مش ده التوقية المثالين انك تاخد ومشارطة بقى قرحة مجرد التهاب في المعدة ممكن يعمل القصة دي الناس اللي عندها الـ HCL او الحمضية المعدة عالية فانت عالج حمضية المعدة ودلوقتي بقت الدنيا سهلة وبسيطة مريض بس الضغط العالي يتعامل بس بحذر شوية مع القرفة والجنزبيل والحاجات دي لان هي ممكن تأثر عليه لأ ده بالعكس انت احنا محتاجين انك تاخدها بس ما تكترش بقى مش 3-4 مرات في اليوم الصبح قهوة وبعد الظهر النسكافية وبالليل جنزبيل وقص الدكتور قال في صبح الخير اشربوا 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 ويجي لايه نفس الدنيا مش احسن حاجة في الاخر طيب دكتور اما احنا دايما في فصل الشتاء بناكل نفسينا مفتوحة دايما للأكل وده اعتقد انه هو غلط يعني غلط كبير جدا طبيعة الجسم طبيعة الجسم انه هو يأكل كتير في الشتاء معدل الحرق في الشتاء اعلى من الصيف معدل الحرق في الشتاء اعلى من الصيف اه ليه فرق درجات الحرارة اللي بيحصل ده زي ما قلت لك الجسم بيتأقلم على الوضع اللي انت فيه هو عايز يحافظ على السبعة وتتين طيب دي فرصة كويسة او الناس تعمل دايات بالزبط ماهم بقى السلاح زو حدين انك تعمل دايات وتنزل في الوزن لكن يبقى الجسم بيدور على مصدر للطاقة عشان يعادل درجة الحرارة فاسهل حاجة بالنسبة له هيطلب منك الاكل هيطلب منك مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية لما انت تستسلم وتدخله الاكل لان هو ما عندوش طاقة يروح للمخزون اللي هي الدهون المخزونة ويكسرها ولسه هنحول لطاقة لا جيب لي حاجة اسهل لو انت بدأت تتقوم الفكرة دي مرة واثنين وثلاثة فخلاص اوتوماتيك الجسم بيستسلم انت هتدخله الفطار في التوقيت الفلاني الفترة اللي ما بينهم الجسم بيدور على مصدر الطاقة من جوا لا هيزعجك ولا هيرخم عليك ولا يقولك انا عايز اكل عشان كده دايما داخلت الشتاء لقطة اكتر من الصيف في حالات كده بتبقى الجسم فيها عارف انت المزاجه علي الشتاء الجسم المزاجه علي جدا السيدات مثلا في فترة الرضاعة معدل حرق اعلي جدا كأنها بتلعب رياضة فهي ده سلاحزوا حدين يا استفدت منه يا وقعت فريسة لي والطريتي تكل كمية اكبر بدل ما منطلع تطلع من الرضاعة وتطلع من الشتاء خاسس لا تطلع تلاقي نفسك زي الدهون وهي دخلة معنا في وجبتنا بنبقى محتاجينها في الشتاء وبنبقى عارفين ان احنا محتاجينها في الشتاء الدهون نبدل بقى على ايه نروح زيت زتون وزبدة طبيعية يعني ناخد الدهون بتاعتنا مليون هنتكلم على شخص عادي مش شخص مريض دهون الصحية هي الدهون الموجودة في صورتها الطبيعية لما تجدوا لي زبدة بلدي او سمنة بلدي فانا كدكتور تغذية بقولك امين والدنيا زي الفل هتبقى مشكلتي معاكل كمية لو انت هتحط كمية كبيرة زيت الزتون من ارقى مستويات الدهون فعشان كده دايما معروف كل بيت عايز حاجة اعمل زيت زتون بس مشكلة زيت الزتون اللي الابحاث دلوقتي بتشتغل عليها انه ما ينفعش يوصل لدرجة الغليان او يغلي بيفقد القيمة بتاعته لكن الزت زتون تحطه على السلطة جميل جدا تحطيه على وجبة الخضار بتاعتك ممتاز وجميل جدا الطبخ بيجي بالتادي اجزام وقلت لك يا زبدة بلدي سمنة بلدي ممكن يجي بعد كده الزيوت النباتية اوه اخواته بقى اللي ما بيتسخنوش زيت الحار وزيت السمسم وكل بقى الزيوت اللي هي دي نفس اللي هي بتيجي من البزور عمتا هي دي اللي بيبقى فيها مشكلة طبعا الجسم بياخد دهونه من ممكن ياخدها من البيض ممكن ياخدها من المكسرات كدهون صحية على مدار يومك انت بس بتعرفي يومك محتاج الافوكادو من حاجات غنية جدا بالدهون وبتقدم دعم قوي جدا للجسم بس لازم تبقى دماغك مترتبة عشان كده بداية الحلقة هو العنوان عنوان سهل وبسيط اللي هو المناعة يلا هنتكلم عن الجوافة هنتكلم على بس الوعي اللي في النص ده بيختصر حاجات كتيرة جدا نشكر حاجك شكرا جزيلا فاننا مشارفنا ونورتنا الدكتور رامي صلاح دين استشاري التغذية العلاجية الف شكر ليك ترجمة نانسي قنقر